اشتركوا في القناة تقول لي مثلاً أنا بغيت أسأل الشغلة هذه في شغلة محيرتني في ناس ممكن يجاوبونك في ناس يقول لك يا حبيبي تعال تعال أنا أصلاً أنت جيت للشخص الصح تروح لمثلاً تلقى واحد واقف في الشارع تقول لك يا حبيبي لو سمحت هذا العنوان وين يقول لك آه هذا العنوان آه آه أوكي أوكي شوف روح كمل كمل لجدام بعدين لف يمين بعدين أخذ الشمال بعدين أرجع بعدين لف الشمال شوية بعدين في سيارتين ابعد عنهم تعال إلى ناحية ثانية تلقى نفسك أنت دخت لفيت لفيت رجعت نفس مكانك مرة ثانية هذا كل يوم أنا قاعد مع مجموعة من الشباب ففجأة حسيت أنه حچي على طول واحد قال لي ليمون حار تسخن تقعد عن شجرة ليمون وتقعد تعصر وتشرب تعصر وتشرب ثلاثة يوم ربعض انت ان شاء الله اوكي الثاني قال له لا لا شانو على ليمون ثوم تاخذ ثوم تاخذ الثوم وتفتح والفص حتى ما تاكل الثوم لا اسقاط الثالث قال لا 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 غلط غلط فيه فيه اعشاب تاخذهم وتسخنهم وتحط على نفسك بطانية وتستنشق الهوة يا الرابع شاني يقول لحبي باحسن شيء الادوية ابعد عن كل الشغلات هذه اخذ انت بايوتك الانت بايوتك مو كل ثمان ساعات مرة تلاقيه قال خلاص انت حاول تاخذ حبك الساعة لمدة اربعة ايام انت اوكي قلت لانا حبك الساعة مو اربعة ايام حبك الساعة اول يوم انا متوفي ورايا بعد ان تشتحل الان وفي هذه الحلقة خلوني ارحب به اذا قلتو اخو فهو بالفعل اخ اذا قلتو فنان فهو فنان كبير واذا قلتو انسان فهو انسان اعظم واكبر هذا الانسان انا شخصيا بالنسبة لي يمثل الكثير يمثل الاخ الذي لم تنجبه امي حي معاي اخوي العزيز الفنان الكبير وفنان الوطن العربي الفنان تارك الالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أستاذ زاود عاوزين أخي عاوزي أصور معك سورة أنا من أولها الله يستر من هذا الإنسان من أولها في عيلة كمان بالله عاوزي سابتك شكرا يا أخوي محمد شكرا يا أساد محمد أشئت مشكور داود حسين عقدته المصور اسمه ملاح عندي في المسرع لا مو عقدتي وكل ما يريح له يعني أنا أعرض عرضين كل عرض أربع ساعات لما نريد يرتاح على طول أستاذ أنت على ما تقول الاسم المفروض نصور ست صور يا أخي خلاص على طول بعد خلص نصور هل أم بنا تحية أيضا مرة أخرى أيتها الفرقة حيا طارق الحين أنت فاجأتني بوضوع التصوير يعني يعني ما تبيني أرتاح؟ ما تبيني أرتاح بوضيقتين؟ وأنا بالأكس هنا يعني نحب التصوير نحب نصور مع العالم أي بس تدري الناس ودها تشوفك بالمسرح ودها تصور معاك كل مقالصة تحمي الحين أنت ودها تصور مع الممثل ودها تصور مع الممثل بس أنت لو كنت لعب كرة سلة كان ممكن يصورون معاك وهذا؟ أي لاعب دراكان لاعبك أقصر لاعب كرة سلة بالتاريخ طارق العلي نعم مثل ما فاجأني بالكاميرا أنا رفع أفاجأك بالكرة السلة وهذا فعلا هذا كرة كانت حقي تعالي شنو سالفتك كرة السلة؟ شنو؟ كنت من هذا الجهرة الربع طبعاً نحن الجهرة نحيهت ساحل الجهراوية هذه المنطقة أنا ربيت فيها وعيشت وإخواني وهيلي وحبايب الجهراوية فكانوا صفوي يعني ما في ريجنا وهذا كلهم شباب لعبون بالنادي فأنا قاعد بروحي وإن أروح فراحت حق المدر كابت المحزم الله يذكر بالخير قلت لها معودة ترى أنا أعرف ألعب كرة فقال لي الله ديش أثاري هم يكونون بالباسكت وأنا شأسوي قاعد تحت البورد هذا وجمع كور فواحد من ربع واحد من ربع قاعد كان فيه يماني اسمه براشد يحطونه يلقيط كور قلت لهم أمي خليها أنا أردت أحمي هذا اشخالتي فما لعبتك أسلة ها تجمع كور بس تجمع كور ليش الحين ما تقول يلا أبيك تقول طرح فعليك حاضري وهذا القول بسم الله الرحمن الرحيم أنا راح أساعدك ها أنا راح أساعدك أيوه أيوه آه أوه 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 لا 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 أنا خطير أوه هذه الخطور لا عليك أبوين الماء لا لا عادي عادي مو مشكلة ما سويت يعني تدري لو هذه بأمريكا كم دولار تأخذ عليها الهدف هذا بس ايه هذه الباسكيت الباسكيت طبعا عادي خلونك خوال أمريكا ما يخلونك كرة ماسكة الكرة تعرفها ماسكة الكرة ايه صحيح هفالك أعلمني عليها أنا لا خلي هذي أشغلها هذي تذكرني فرحان العلي بيض في الريس اي والله هذا البيض الأسر ايه ايه اخلشي يلا اخلق جاهز ايه اخلق جاهز او اخلق جاهز لكن لا أعرض عليك فلوس أن تترك الفريق؟ لا، لا كانت ليس فيه سيولة لا، كانت ليس فيه سيولة قلت أعطوك كم مليون لكي تترك الفريق لا، قالوا لكلمتين وطلعتها ربح طارق يوم صغير، كنت تحب السيارة الصغيرة، صح؟ لكي لا تظهر للكاميرا، فاجأتك بالكاميرا، أنا فاجأتك بالسيارة، فاجأتك بالكرة هذه السيارات كنت تضغط لها أسماء؟ أي، لا، ليس حق السيارات أنا يا أهل، أعطني أعطلك، خير أراويك كان عمري أبداً عشر سنوات، والسيارات أصغر من هذا الحجم، حين هذا التكنولوجيا فأنا في الغرفة أقعد، أو على سريرها يعني مريحة أقبل غدا، فأقعد أقول لك تعال، ويلحقونه وتمثيل عارف، يبقى، فكان مشاهد تمثلية أمي، أمي عادي، عادي، أي شيء ما، قلت لك سطاها، هاي ما، نام لا أمرك أحيان أحيان كان عندي ألعاب سيارات بس ما عندنا زيارة كنا نروح بالبارس على فكرة أنا يمكن أطلع ملاك جدامه أمام المقالب اللي أعملها مقالبة مطبيعية طبعا والشغلات اللي يسويها مطبيعية يسوي نفسه فقير ما عليكم منه لأن بالفعل بس شيء واحد ممكن يخوفك معقولة تخاف من الجن؟ ايه والله أحد ما يخاف من الجن؟ تخافون من الجن ولا ما تخافون؟ لا لا عفوا هذا اللي صارت إنه شامة بينهم حبة خالة تشمونا أنتم شامة هذا اللي بالنص أعتقد هو يخوف الجن بس على فكرة بحسين أنا كلمت الجن جد أنا كلمت الجن والدتي الله يرحمها كان فيها شوية فلما تعصب الله يرحمها ويغفر له ويغفر ما بتعلم اسمين فخلص تشمح حالة ثانية فيوم الأيام فعلا أبو حسين كلمت اللي داخلها جيت الفجر أغني يا أنا يا خلي ساعة ثلاثة الفجر دايش هي تصالة أمي ناعمة بطريقة هذه آه والله كده يا بصي يا أمي شفيت لا شوي وأحط لها دهن عود وأبخرها وقامت تبتشي كدت لها بس حبيبتي بس تمي الله يخلي أمي هاتكم وإذا لهذا الله يرحمها اجل they could اي أنا معنا يا أمك قد هان فقم تكلمة لي أذان الفجر قال احنا جايين ناخذها ونروح والله يا ابو حسين وكلمة مخالف أخوي كان وزع علها أمي ما كانت نشوف أخوي فتح الباب التي يوري لدي 93 ما يتذكر باب الغره وأنوا معلي هذا أمنا أذن الفجر قد خلها تصلي وهو شارطيح مغماليا من يومها صرت محترم ما زعلها ما نزعلها الله يرحمها ويقفر لها الله يرحمها ويقفر لها الله يرحمها ويرحمها ويقفر لها كلهم حوش 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 خاموا مثل ما أنت دبسني قبل شيء دخلت بالكاميرا وصورته هذا الحين أنا بدي أدبسك مرة ثانية وراح أقدم لكم الآن هذا الصوت الجميل الرائع أحلى صوت في الوطن العربي طارق العلي الله شكرا 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 مش شكلا إعليق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة موسيقى 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 اوكي ببمارلي ببمارلي لحظة ببمارلي تعال خرفي قاعدينك انا بعرف انت يعني شا سويت فين اه والله ما مزمن هقيا انا قلت الحين انت شبت انا انت ذكرني انت هم بعد هم سويته فيني مرة ثانية داود داود اه شنو قاعد دور علي انا شوف انا اوه اشكر الفرغة والاخ شمس اللي تبرع بنظارته حقي وانا والله نور باعدي الصدقة شوف فيها انوورت اكثر المكان انوور اكثر نظارة نور يا عيسار تحيي ساحم انزين، كيف تريد أن نكمل من الضارة؟ شكلنا جميل ليس جميل لكن، الأخوان ضاعوا لا انزين دعونا أحيان دعونا شوية دعونا أحيانك باتشر تصير صحيرة باتشر تلقاها على طول في طارق العلي سابات ما هو يعني طارق بما أننا عايشنا بأجواء طفولية حلوة صح؟ تم تتكلمنا عن النظارة وتكلمنا عن السيارة وتكلمنا عن الباسكتبول طارق علاقتك بعيالك ش recht番? أحمد الله و الشكر أحمد الله و الشكر الله يجعلنا الله يزيد النعمة الله يجعلهم إي يا ما يزيد النعمة العيال نعمة؟ أم لا؟ أنا علاقته بعيالي أحاولت أننا يمكننا تربينا بوسط الجيلة الكبير يعني وأهالينا والكبار غير حين جينا الشباب يعني رفيجهم أنا صديقهم عادي قبل حنا نمزحوا يا أبهاتنا تقول يا الله ما في الآن لا يعني علاقتي وايد حلوة بيهم الله نغير علينا الله يخليهم عنديك محمد عندي محمد عندي فاطمة فاطمة أنا فكرة اسم أمي هيفاء اسم أم زوجتي عمتي محمد اسم أبوها محمد الشرف أبو زوجتي وأيضا الله يرحموا بثنينهم الفنان الراحل محمد راشد العقروقي أيوه يا رحمه فأنا مراضي إلى اثنين مراضي سلطان خال أمي فأمي قبل ثلاثيني بسلطان حلو نعم من هو من هو اللي تحس قريب إلى طارق أي واحد محمد ولا سلطان ولا واحد لا أشوف أبو حسين مقطع كناب الخير اللي يشابهوني وأنا آسفي طبعا عيانين يشابهوني فاطمة وتغريب أكثر شي حتى سمارهم فاطمة وسلطان واللي يصوب أمهم هيفاء ومحمد أنا أتكلم عن الطباع الطباع شوف كل واحد له جوه يعني ما أخذ مني شيء بس يعني سلطان تغريبا هو الشقاوة فيه أكثر واحد اللي شابهني اللي ياربوس رائعا أوكي أنا نفس شقاوتي أمسميه أوباما صغير أوكي أوباما أنزل ألبس النظارة لأنه عندي سؤال قوي يو أي والله طارق عينك حرة أه لماذا قلت تلبس لأنه أخه لا لا خليك الله يخليك يقولون أن طارق العلي عينها حرة وينت بيها شنو وينت بيها عين وينت بيها لا 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 يرحم أمك لا تكفى خلص شوف يعني الله سبحانه وتعالى دائما يقول لك العين يعني صحيحة والحمد لله الإنسان اللي ما يسمي ولا يذكر الله هذا اللي لازم لازم الإنسان لما يشوف شيء يقول ما شاء الله تبارك الرحمن قضية عيني حارة هذه يمكن بين مزاح الربع طلعوها ومستالفة شني يطلعها هذا اللي يبيني أعطيه لا لا خلاص خلاص المرة بأمريكا سنة أعتقد 87-88 أنا ونادر الحساوي والمخرج فاروق الغيسي رايحين دورة حق افتح ياسمسم موبتس هذا الدمى ملسون ونعمان فيوم نزلت نيويورك هذا أول مرة مطن نيويورك فإحنا تحت وطيارات تمر فوق الجسر فأقول له ما شيء يعني طيارات تمر فوق الجسر شان يقول لي فاروق غيسي طبعا طريقته بالكلام طبعا طبعا هو عراق الجنسية يعني قلت له ما شاء الله جسر تحمل الطيارة طيارة فقال لي في جسر في فرانسيسكو هذا ما يطيح شون ما يطيح جسر في سان فرانسيسكو ما يطيح ما يطيح قلت له ماكو شيء يعني بين الكاف والنون كن فيكون بين غمضة الرمش ربك سبحانه يبيد الكون كله يبيد أمره سبحانه صح فالعملية دشت عملية يعني ما في شك بهالكلام الله إذا أراد سبحانه تعالى طبعا شو يقول ايه باش هذا ما يطيح مقاومة للزلازل قلت له عملي اليابان حطه مباني طاحت قال لا ما يطيح الجسر قلت له ربك إذا أراد يطيح شون وإحنا بالتاكسي من التاكسي ليه الفندق من نيويورك الفجر ولا داش علي نادر الحساوي الله أذكره الخير أنت شويت شويت قلت له شفيك بطل ولا بطل للتلفزيور ولا الأمريكا شقالين أنا جاء وطلعيني شنو صاهر شار يقول الجسر اللي يسولفون عنه طاح المهم قلت لأشارة شويت لا لا طبعا أقمض عين وبطل عين شار يقول طاح ويرأيته طاح درجة هو جيد زي الكلاب والساندويتش الله أكبر على بعض أنت اسمع ماذا اسمع؟ ألبس النظارة ألبس النظارة وكمل أقام يصير فينا شيء اسمع ماذا؟ كانت جي فاروق الغيسي من غرفته والله العظيم هو يذكرر أذكره بخير شا يقول وينك؟ منك غاجنه؟ آمنت بالله والله هذه كلمة آمنت بالله طبعا لا إله إلا الله وحده طبعا هذا الموضوع اللي ولزقوها فيني أنا طعيني حارة هو ساعات يعني إذا فزت النفس طيب لا لا بس أنت يعني لا طارق بالعكس عادية وما فيها شيء طارق حبيبي ما فيها شيء؟ حبيبي ما فيها شيء بالعكس عينا باردة أنا طارق العلي عارفة حاط له ثلجة وثلجة مو حاط فلفل بس أنا لي حوبة أي؟ حوبة من عهن حارة أي؟ يعني سبحان الله الله حاميني إن شاء الله وناصرني على كل من يظلمني لي حوبة؟ الله يحفظك إن شاء الله زعلني؟ لا لا! محد يزعلك يا عمّي محد يزعلك ولا شيء أنه زعلتك أنا زعلتك بشيء لا يا عمّي لا لا. الله لا يعي بذعل لا لا كملها trend كحية ع Paverunci لا لا ما زعلك يا عمي ما أزعلك يا إيبة خلاص ولكن اللي زعلك تيصر فيه ما حد يزعلك إن شاء الله لا أدري أدري لا لا ما بلاكس شوف أنت مرتاح من مني مرتاح من أخوك مرتاح من الديكور أنا مو مرتاح أني رح أهدكم الله أكبر الله أكبر لا 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 والله أنا سعيد بالعكس داود وحسين أنت تبارك الرحمن ما شاء الله يبوش حقي قل له شنو هذا الله 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 دعال 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 بطرو شو السالف انت قلت شارك ديكور لا لأن أنا ييت عليك فأنا يدلوني اه اوكي ايش ربي معود فوقني انت شويت الديكور ما يصار فيه والله عادي او لا الحمد لله عليك البس النظارة تقفى طارق البس النظارة وكمل حلقة خلاص اه ايوة بس ايش دي اوكي اه لا اله انا والله يبا يشوف اقول لك شي احنا والله يا طارق انا واحد من الناس وحنا هني بالبرنامج يبا والله اطيب من هالقلب ما تلقى والله ما تلقى اطيب من هالقلب والله والله بالله قعد احلف احلف بالله لا كلنا ولا هانا والحاضرين كلنا اخوان وحبايب يا بادي عمري وقلبنا على بعض الحمد لله اطلاق غير علينا ان شاء الله الحمد لله طارق اه تعرف عايد اه تعرف عايد ما عارفه يا باي ما اضوع تعرف عايد ما ادري ليش والله ما عارفه لا صايرة صايرة شوشرة تعرف عايد اه تعرف عايد اي عارف اما انا ما تعرفه ها هذا عايد يعني انا طبعا هو خذ السكسية حلو بالمسرحية اللي فاتح ايه مسرحية تبخيت تبخيت وقصتها يعني شيء يعني يضحك اللي قصتها ان انا شخصيتي شاب يعني يراعي سيارات ويقحص شعب شخصية يعني بتاع رأي يعني شاي ما شاي حط له مسمى بتاع بتاع يعني اي شو مستحتر لكنه طيب وش ففينا يعني عند الناس عشان اقول اتقرب منك اقولك تعرف داود اه داود سواء زين او مو زين خلاص اعرفه ولا ما عارفه اسم بالمطلق ايه اسم بالمطلق فتداولوها الناس تعرف عائض فهي كاي زي الافين انا اللي تفاجأت فيه طبعا اكيد يعني شخصية واحد مثل مستهدر رأي السيارات اكيد صديقي اهم مثل عنده سيارات تفاجأت ان مسجات او بلوتوثة وهذا سمونا واتساب واتساب هذا انه عائض شخصية سيئة ومش عارف ايه شو يا 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 وين اخذ المنحنة هذا هو كان بفين مسرحية اللي فاجأني فيه انه في دولة خليجية جيت اعرض تقول احنا بناخد تعهد على طارق ما يطلع عن نص ثلاثة تقول انا قال تعرف عائض فهل اسم عائض شتيمة او شي سيئ عادي ما فيها شيء ايه فانا اللي اقول انه لا تأول لا تأول شخصية عائض هي شخصية كوميدية صح مريحة صح عرفت ايا كان سلوكياته بس الناس لما تداوته يعني بيحس النية وطيبة واحنا يوم قلناه في المسرحية افه لا نقصد هذا فعلته ولا تركته فالحين انا في مسرحي رديدة من الدعابة قلت تعرف معاه ايه غيرت غيرت عائض يعني عشان لا يقولون فانا للاسف في ناس اتأول بكيفها والكوميديا تثمت على الموقف الكوميدي القفشات يعني ما هو شيء غريب انه من بتدعي صح لكن والحمد لله يعني الناس تداولت اسم عائض هذا اسم عائض لا اكتر والاقل شخصية كوميدية او ما اولوها طبعا كل واحد بطريقتها كل واحد فترحي انا تبقى رعي سيارات تقحيس انت تبتخلي لكيفك شون كنت تتسوي انا مسرحية تبخيت وبخيت حركة كنت تتسويها دائما هذه مالت لا 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 ما هذه شغلة شديدة اي طريقة اللي تغني فيها وكذا والتواقف اه القصيد اي اي اه هذه طبعا قلطة اه وتحية يعني احترامي ايضا لهذا الفن الجميل واهل وهذا عنده ايضا البدو وهذا القلطة بس طبعا احنا ايضا بقالب كوميدي ولا الحمد لله يعني ما في اساء الاحل الحمد اليوم ويوم الفرح شفنا حبايبنا يا اليه ويليه 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 عرب طبعا هم اثنين شواء خلني تتساعد اليوم ويوم الفرح شفنا حبايبنا مشاهدينا الله 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 في برنامج ما فاصلوانا عد معه داوودي اخر حرف اقول لي اخر حرف اخر حرف داوود يا حرف حا تحب الشعر والقصايد ايه احب اسمع يعني احب اسمع لا بس انت حافظ حافظ اشياء طرق واذا اسمع منك شعر او 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 زهرية صوتك حلو لا تقولي لا هذه عدت شوية هي زهرية دائما تعتمت على الأورغ ايه عطنا بس ارضية اوه يا مال اوه يا مال يا مال اوه يا مال دهر كل اوزان ايه والله دهر كل اوزان ابد لا تامن قلوب ليه زان ليه زان ليه زان تنعمي ما يسفر قلوب اه 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 ليه زان ليه زان دهر كل ايه زان ابد لا تامن قلوبه وليه من كف يعني اذا قلب ليه من كف تنعمي ما يسفر قلوبه تمشي تحسس على الحيطان مالك عصا ويوم ان طلبت العصا يوم ان طلبت العصا اقرب قريبك عصا هذا الزمن هذا الزمن شفت عدله وشفت مقلوبه اوه يا مال اوه يا مال اوه يا مال وبضاحي قال والله تسلم واسلم وضاحي والله يا بطروق يعني صراحة كل فزيح جنات ان شاء الله ورحمة الله يا رب ان شاء الله انا يعني ما ادريش اقول لك والله يعني انا ما ودي انهي اللقاء لا قاعد انا والله يا بطروق ان قاعدتك ما تنمل والله انك حبيب والله انك اخوانا في بداية اللقاء قلت هذا هو الاخ الذي لم تلده امي والله شكرا شكرا خلكم معانا راجعين مع فاصل ونعود فاصل ونعود عودة عزيز المشاهد ومع برنامج الجميع فاصل ونعود خلوني الان ارحب بي فنانة وتميزه ادوارها مشكلة تشكل بدوارها دايما حيوا معاي النجمة البحرينية لطيفة المجل اشتركوا في القناة 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 وفабот peuvent اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا، قلت له شيء صاير عبوالي شيء صار في المحطة اللي قلت لي تعالي في خلل فني ونا بيش تعتذرين حق المشاهدين حالو؟ وفخذ الدياي في يدي ونسيت عمري لأنا خاف ايه؟ قلت يعني أخاف يصير شيء وبعدين يناديوني الأمريكان كان ذكسا عندنا أمريكان هاملتون وبرادلي كان أسوي بالفخذ كذلك وأركض وحط الفخذ وأقول لأعزائي المشاهدين نأسف لهذا الخلل الفني والفخذ ورعت؟ اتذكرت الفخذ جانعة طلع وفي المرة يعني الخلل الفني صار خلالين أعتقد اللي في الكنترول يقولني سويت أيقتاني ما طلعت على الهوى وأنا عندي الفخذ بعد ما خلصت الاعتذار فخذ عندي في يدي وقالت أنا والله لو منتبه يعني أنا أنا تخيل لطيفة وهي شايلة فخذ الفرخة أو الدجاجة وهي تركض فيها بسرعة أعزائي المشاهدين نعتذر لهذا الخلل الفني ما تقولينها شيء با 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 أقول لك يوم كنت مذيعة شلون سلم كالله سمعني أن في شركة أمريكية بتي البحرين بتفتح محطة محطة أيوة وأنا كانت أمنيتي أن غير الفن أن أصير مذيعة يعني الفن المذيعة شلون نفس الشيء لا يعني بعد أنها ممثلة يعني ممثلة مذيعة أوكي دعني أصير مذيعة وأترك الفن فترة أوكي فقلت حق أمي اليوم أنا باروح عن صديقتي بأدرس أه فطخيت الباست 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 أول عندي نبسوت أه وركبت الباست قلوا لي في وين المكتب مالهم رحت وشفت المكتب ما فتح شوف شون الهافل اللي فيه ني المكتب مو مفتوح ما فتح ليه الحي ما يفتح لست المغرب وأنا رايح من ظهر المكتب يفتح الساعة ستة وأنتي من الظهر هنا من الظهر حلو شفت اللي قهوة شعبية وفيها كلها شياب ريائي العجايز شياب وقعت قعت معهم قعت معهم وأنتي في العمر هذا وانتي في العمر هذا لا قبل شوي ايه في عمبي أخويني أنا بالقهوة لو أقضي قلت لك رح أتعليك نزيل يالله مو مشكلة فياني صاحب القهوة ريال عود شذي قال لي بابا أنت شين يسوي هني قلت له أنا وانطر المكتب يفتحون قال أي مكتب بابا قلت له مكتب هذي في يابوني فتحون قل اوه بابا صج صج انت قاعد يا الحين حين ساعة ست وما يفتحون شانا اروح فوق ولا أسكرتيرا قلت له نعم قلت لها أنا والله انتو عندكم انتبوين فتحون محاطة وباصر مذيعة اهه قلت لي اوكي احن الامريكان بيون الأثنين برادلي و هاملتون قاعدين طريقهم على اساس ان الانتروي ايه فقعت وأنا قلبي يا رايد ريلي ترجف قلت إن شاء الله بس يوافقون عليه يا أولي اثنين وقف لهم وضرب لهم سلام سيروح يكلش يعني ضربت لهم سلامت راح يصيري عسكرية مذيعة لازم بعد لا يقول ضربت لهم سلام طيب سلام يعني عسكرية رايح يرجيش عسكرية كل شيء نزين فقلوا لي نعم يعني بالانجليز يعني عارف انجليز واسمه عارف قلت له I want read news news program anything فهو عرفه لي يعني شلقص فقولي زين tomorrow come same time go بيبولت سيارة صغيرة وهدي وروحي فيه لا 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 فقلوا ليها بالانجليز tomorrow come same time عرفناها same time بعدين يبولت سيارة صغيرة وما دري كده كده ايه مالت المحطة بالانجليز ايش قاله لك اوو ها ها ايه ستة ستة زين يلا تمورا فأنا أعطي المطالب ما فأنا أعطي المطالب لا 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 في مكان الأول هنا و أحدهم أعطي المطالب و فأذهب معها هلوم واتين إلى ساعة ثمانة وتسعة تلانتي ما عليك إذا ما يبتلت الشهادة الأولى على المدرسة لا تخافين حلو صدقاتني فقيرة الوالدة يوم ثانية ويا أبو لي سيارة صغيرة ورحتي أقسم باللهش الشارع كن وعر ممبلط أها وأحس روحي السيارة تشيل فيني وترضخ أنت رايح علشان تقدمين على مذيعة أنا حين امتحان طبعا الشعر غير صار ايه امتحان حين امتحان امتحان ايه هذا الشيء تقدم قالوا لي ماذا تعرفين كم تقلد المذيعات الله يذكرها بالخير من الشراح واذكر اللي يقرون أخبار وكل شيء وبرامج ومول يعني كأن طلعت ولا يصف بولي اوه 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 قالوا لي واوه نعم نعم والله كانت قالوا لي أنت ويهت خليجي وتشوفني من الذبذبات الصوتية تصلحين مذيعة يا سلام يا سلام وأنا أقول أنك تصلحين مذيعة جميلة يا لطيفة الحين لطيفة المجرين الآن أنت المذيعة وأنا الضيف سأليني حي يعني لا أنا أقعد مكانك لا يصير يلا تعالي مذيعتك على الكرسي لا يصير يلا أقعد أنا بعد ولو أن هذا أعتقد ضئيب يه 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 زيد دعني أقرأي أخبار لكي يعرفون أني أنا مذيعة أنا أحس أني استمعانة زيد ما أدري ما أدري ليش كنعان يس دعني أقرأي أنا أنا بصفتي شنو؟ هاي قاعدة وزير اشتبيين أنت بالضبط اوه والله ما شاء الله عليك الصلاة على النبي محمد عيني عليك باردي أقسم بالله أقرأ لكم نشرة الأخبار يمكن أنت مذيعة حين أنا ضيف ياي قاعد أنت بتكريين نشرة الأخبار؟ انا مذيعة الحين شفين؟ اوكي اوكي مذيعة أنا عبالي مقابلة معي وعدلت لك بعدين بأقول لك اوكي أسمع الأخبار صديق إنك وسيم وجميل اوكي أسمع الأخبار شكرا والله راحت علي ما شفتك قبل راح أم بيضان لا تعال تعال زوجتي حين زوجتك بكي كان قلت لزوجتك بتي اليوم؟ اوكي لا يعني أنا أعتبرك مثل أخوي اوكي صلحنا الموضوع خلاص يا مدام؟ نعم نعم ما في أي شيء أظهر مسح شمل عشرين مدينة في شتى أنحاء العالم أن القيادة في مكسيكو سيتي هي الأسوأ على الإطلاق وفي المسح الذي رعته شركة آي بي أم وأجري على ثمانية آلاف شخص يقودون سيارات بشكل منتظم في المدن العشرين حصلت على العاصمة المكسيكية على أعلى عدد نقاط في مؤشر عن معاناة السائقين وهو مية وثمانية نقاط مقارنة بمدينة مثل مونتريال الكندية التي حصلت على واحد وعشرين نقطة وقال في نود تنوح تضحك نتضحك إذا هذه يلقوم كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباهة بالتفسير والحين معاكم الأستاذ داود حسين لأني صراحة خذت مكاني خذت مكاني ما تبت كاملين مقابلة؟ هنا بقعد لا ما يصير طالح شو شوني حنان الزينة عطيني عطيني القتار خلنا شوية خلنا عزف شين بعد قتار اي والله أنا تعبت وانا كلها أسأل 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 خلاص شوية بيجاودي أجاودي شوية نروح الشاليه اللي رحنا في مسلسلة الله مقالبين الله والله وانا كل يوم ما انساه نبست القبعة ونزلت البحر أنا البحر عبالي كان ريق يعني ماي شوية فيه ترى حفرة مشيت شويكن وانزل في الحفرة وطب كان مع الأية يعني وقتها لطيفة اي والله كانت ما أخذها دور أمي اي طبعا أنا أكبر مني كانت ما أخذها دور أمي أنا لو أدري صورتي تشديد كان والله ما أرضي تاخد دور أمي بالعكس كان حبيبتي سويت شو هذا شف كشلون بس يلا ما علي يلا ما علي الأيام ياي الأيام ياي اش رايك إن شاء الله الأيام ياه ليش لا أكيد زوج تكون هاي لا مو موجودة خلاص ما عليك أشوال خلاص بعدين بعدين لا تعرض البرنامج لينا أطلع أيوة أنت تروحين البحرين تنامين وأنا نروح نام بالشارع صح أكيد ها ها حلو والله الله يسترعاد ما يدرع يا الله مسكي هذا لأن وراتك أغاني بتغنين بعد شوية بعد؟ اوكي اي وراتك أغاني ولا أقول لك ليش وراتك أغاني يلا غني يا لطيفة لطيفة أنا قلت لها غني وانت قاعدة قامت راحت هناك يلا تمام أنا يعجبني هذا اللي هذا اللي هناك بس مذيعة هني غناء برابو 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 تدري ليش أزعل عليك أنا أحب أحلام أحب صوتها والله لا يحرمني منها ولا من صوتها تدري ليش أزعل عليك أعشقك وأموت فيك تكسر الخاطر بدوني ينكسر قلبي وجيك تدري ليش أزعل عليك تدري ليش أزعل عليك لا 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 أنا شاب نباح كارم محمود هذا على فكرة أنت قاعدة نوعين أنا قاعدة أحسس أن هذا تنوع وهذا تنوع الصح خليجي ومصري كل شيء قاعد تسوي نعم إذن تدري ليش أزعل عليك أعشقك وأموت فيك مع الفنانة الجميلة أحلام طبعا أكيد نعم تحية لهذه الفنانة المتميزة أحلام تحية لها نديمة تعالي تعالي بيش بسالفة شوية الجمهور قاعدين قاعدين يشوفونا قولي لهم فاصل ونعود بس بس فاصل ونعود إن شاء الله خلكم معانا الآن و فاصل ونعود فاصل ونعود عودة من بعد الفاصل وفاصل ونعود فاصل ونعود فاصل ونعود أمر طلعني كيف تشاهدين؟ لماذا هذه النظرة؟ لا هناك سر هناك سر من الأسرار لا أحد يعني نعم مرة رميتي نفسك في البحر؟ في عندنا جزيرة اسمها جزيرة فوكلاند أه يعني الأجانب والخليجيين والعرب وكل البحرينيين رح في هذه الجزيرة يوم وليمعين استمتع بيوم رحلة بحرية حلوة نودي معانا المشويات وكل شيء شفت الناس كلهم في الجيت جيت سكي جيت سكي كلهم ايه وز 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 شان أقول حك زوجي يالله أجر لي واحدة الله والله كان يقول لي شفيش انتا مينون انتا قلت له لا أنا خاطري اليوم أركب مثل الناس أه فرح أجر واحدة وجابها وعيالي صغارة كان أركب في هذه أول ما ركبت بس توني راكبة كان ينقلب في عيني وأطيح بحر والله العظيم مع أول مع أول شركاح بالماء أيوة في الماء كان في موجة قوية هناك في موجات قوية في الجزيرة والله العظيم لو لا زوجي أول الله وزوجي وشخصية لأن الموجة كانت قوية بالنسبة لي وراحة تسحبني والله وهم يسحبوني أه كان يسحبوني ويقضوني على الشاطع على الشاطع واللي طقتني حصا في ريلي قلت لي دم يطلع من ريلي حاصا مو مهمة حين أنت نقضت نفسي انا زوجي قال لي ما الذي لوان هذا اللون قلت لي قلت لي قلت لي أنت تحبني قلت لي والله ما عندك تسالفي أحنا ترى روحك ودم يطلع من ريلي ما تحبني قلت لي والله العظيم بالصراحة هذه الرومانسية بالوقت الضائعة قلت لي قلت لي قلت لي ومعندي الثالفة، طيعت كل شيء من مخي قلت لي كانوا كانوا عيالك معه؟ عيالي معي، وليه الآن عايروني؟ يقولون تذكريني مما الجيت سكيل التي بقيت تروحين فيها؟ ماذا؟ ماذا؟ تعلمين بنات التمثيل؟ والله بنتي صغيرة، مثلت مسلسل أطفال بحر الحكايات وصانع التاريخ فصف قوله صج ابن الوز عوام، لكننا لم نشجعنا وها عرفت تعاب وراكضة كنت أخلت في البيت وفتحت لها صالون والحمد لله، ماشي على الحين يعني يقولك ابن الوز عوام، بس لا أكو شغلة أكو مثل جديد طلع على الحين ما شاء الله، ما شاء الله، ليلة، تاتش ود، تاتش ود داود، تاتش ود داود ابن اللطيفة طيار، ما شاء الله ما شاء الله تحية هل تحقق حلمك يوم الأيام وركبتي طيارة وولدك كان يسوق؟ اي والله، أنا أفتخر أني عندي اثنين عيال طيارين اثنين ما شاء الله الحمد لله، طقوا الخشب، عندك الخشب؟ ما شاء الله خلاص، أنا كافي، أنا عنهم كلهم، هذول حبايبي وكلهم حبايبي، ما؟ اوكي اوكي، بس أنتو طقوا خشب، انزين؟ انزين؟ فأفتخر، يعني ولا مرة أنا ركب، بس آخر مرة حين كنت جاي من تايلاند ما شاء الله الصدفة كان ولدي راحي وين؟ جاي من تايلاند اوكي، أنا كل مرة اشوفت كلهم تايلاند صح، انا ركبتك مرة في تويلاند اي ما شاء تايلاند؟ انا كلما شاء تايلاند؟ صح انا رحت اشتري أدوية، بلس سيح يعني دونها التعب، اتشتفتك في تويلاند؟ انا والله، اريتك مع الطيور بادر الطيور مرة اي والله اي والله، والله انا هذا صديقي وفارحت مع نحبيتا سو في مقلب، رحت معي تايلاند، سويت في مقلب ورجعت مرة كياج وعطورات إن شاء الله يعني بس أنت خسرتك بالمشروع لو أنا فتحت مطعم نعم فتحت مطعم خسرتك أول مرة خسرت لأنا سويت بوفيه وقالت لي الطباخة لازم يتكلم معانا عشان تعلميننا البهارات والكمية اللي نحطها وشينا كنت تدخلين بالشغل يعني أه تدخل نعم أنا بتاعت كله يعني سلام ما تخاف مشا ينزل فكنت أروح قالت لي مدامتي ليش ما توقفين يوم واحد تشوفونا تزبوين كلها بيشترون من عندنا أه قلت لي هنزل وقفت كل مني واحد فقير يابي واجبة كسر خوطري والله أقول له لا بس خذها روح يا شلون زوجي يقول لي شفيت انت قتله اليوم يوم البلوش ووزع والله يعني بين شم من يوم تذيه أقول لهم عطوا خسرني خسرتك الكرم اللي كان عندك خسرك خسرني ازاي أحين سويت كل مطاعم عصيرات وسندويتشات والحمد لله اه سندويتشات موجودة ايه في بلاش شباب بعد شوء المعزومين يتم لهم مطعمها ها تعالوا والله اتصدلوا مطعمها نعم حتى الشسمة الصالون والبنتي لما نروح ايوني ناس مثلا يقول عقما يخلصون تقول لهم بنتي يقول لهم حق بنتي تشام قلت له مثلا عشرة دينار قلت له أخذي عليهم ستة دينار قلت بنتي ملايكون تهم مرة ثاني الصالون ها انت تسوي ديسكاونت ايه عوروا نقالبوا هلو بناتنا بناتنا بعد شوية صالون صالون اهلا وسهلا والله طيبة يعني اش تسوي لا حلو حلو بالعكس هذا شي حلو اي والله ان الإنسان يكون كريم نفسه و هذا في النهاية انت تكونين نفسيا مرتاحة اي والله اي والله صح اي والله يعني احس براحة نفسية اصعب الأدوار اللي سوت لطيفة شنه اصعب الأدوار مسلسل اسمه سرور طيبة الحنونة اللي تحب عيالها هذه المسلسل كان شريرة اه اوكي زوجة أب زوجة أب ايه و عنده ولد اكو و انت بولي صور انتو يا عمي احنا الله تشوف الخيل بعد طالعها ايه ايه اش قلت لك اهنا انا ما قلت لك مغامرة اوكي 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 هتشوف اهه هذي دور شريرة دور شريرة ام و قمت سوي مثل ناجو ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه الفنانة القديرة اصبح عيوني كذي عشان ابين الشر الشر اوكي دائما ما يبين على وايهي الشر اصوي له كذي بعيوني فقلت حق ناس اتفقت معهم عشان يقتلونا ايه و راحوا هما سووا مؤامرة و كذي ما قتلوا اه عشان يقول لهم واحد من الفريج روحوا يذبحوها لأنها هي قاتلة فياو الكمبارس الكمبارس طبعا و محترفين يعني فياو مسكين الخشب و فيه نار اه و افتحوا الباب مرة واحدة اللي يقول تعالوا القاتلة تكلوها و ينصوبي و حسيت انهم بيحطون والله الخشب و غرافي شرون قلوا لهم بعلو هذي اللي تمثيل قالوا لا صدق انت ذبحتي و زوجيش كثوهم اهو الكمبار صدقوا يا محمد سلمان تعال لهم ايه والله بغوا يقتلوني ايه صاج يعني قالوا هذي قاتلة بنقتله اذا كانت صلت فيني يكلمتيني أنا على طول اشبت والله يا encont tempting الله يصوك الله اكبر Davis أنتي قبل شيءuc كنت لي في بانكوك صح نعم اذا امتي معناتها في بانكوك تعبين الشوبيب اوو الشوبيب يعني زوجي ييقول لي قليقي عشان ترتاحين ريلاكس و تจะ انتي من التين سين تبعين برحه السوق اشالعلهเاي أنتي في السوق انتي ليه and notice وشوف حق البيزنز كل البيزنز وشفوهوش هل ارجع وقول ان الستات وين ما توديهم لو توديهم القطب الشمالي يقولون لك وين السوب ايوه والله العظيم اول منزل الدير اللي رايح فيها على طول السوب على طول شفتوا ان احنا الرجال شلون مساكين وفقارة يعني نكسر الخاطر صح احنا غلابة برضو يا شباب انتو غلابة والله احنا الغلابة لا وين غلابة على طول والله على طول رحتوا على التسوق اه على طول وكياس ايه يلا ادفع حاضر ور 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 لا 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 انا وزوجي ندفع هو النص وانا النص شراكة شراكة نظام امريكي نعم اوه هذا حلو طبعا هذا الحلو انا لا والله انا زوجتي هي اللي تدفع لا تشتبي حينام بيت ماما يلا اشتبي بالحسنة هذه طبعا ما حاليها على طول هي اللي تدفع طبعا تدفع لك بعد ايه طبعا اف اذا ما سويت شذا على طول على فكرة حين كلها شذا انت بما انت انت يعني ولو انه ما يبين عليك نعم انت انت جدة صح ايه تحبين تشترين حق اوه ولد بدك نقطة ضعفي الله اموت علي الله يحفظه والله العظيم واي واي شوفه شوفه والله يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا ليه ليلة الله علي الله يحفظه ان شاء الله واي 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 اموت علي انزين شن 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 تاخذين له كل شي اه كل ما املك له الله من كثر ما احبه والله العظيم يا معدعم ايه والله يعني انا سافر واروح اشتاق اشتاق من اول ما اصل الدير اللي انا برا على البحرين والله العظيم التليفونات كلها لا بس حتى بناتي وعيالي بدأوا يغيرون يقولون شفيت شما انت شفيت حبينا صجعني الحفيد اللي انقاله وعز من الولد ولد الولد صح ازين شوفي انا الحين ما راح اخليك تروحين قبل الله تسمعيني اغنية الاغنية اللي نسمعها منك الحين هي اللي راح تقفلين فيها اش رايش يلا نسمع هذا الميكروفون وتفضل لي نور شباب فرأة ايوه على شط بحر الهواء رزيز مراكبنا والشوق معنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهواء رزيز مراكبنا رزيز مراكبنا بحر الغرام ميت الحلوة بس بس شكرا 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 على استضافت لي اشكركم جميعا واشكر المنتج واشكر قناة دبي واشكركم كلكم وإن شاء الله استمتعت معي استمتعت معي نشكر الفنانة المتميزة الاستاذة ايضا الجميلة لطيفة المجرم واحد حاب يفتح مشروع ففتح حديقة حيوان فتح حديقة حيوان وياب الحيوانات حطهم كلهم في الأقفاص وهذا وكل شيء وحط التذكرة بعشرة ما حددخل نزل الى سبعة ما حددخل نزل الى خمسة ما حددخل شاف نفسه خسران قال لي اخي انا بعدين كل هذا قال خلنفتح يوم الجمعة ببلاش فتح الحديقة ببلاش ادخلوا الناس بشكل كثيف وكبير انملت الحديقة طلع الاسدين من القفص حطهم عند الباب قال اللي ما يدفع مية امه يطلع بره اليوم نلتقي الاسبوع القادم مع فاصل وانا التعود